اشتركوا في القناة 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 داري بيخطر لك مرحزت بتقلصات اول كلمة مثلي مراثبة وانتظار علامات حيوية نبض الجنين طيب ممكن انا اسمع نبض الجنين بشكل مباشر يعني اذا صار شي معين روح بتي اسمع نبض الجنين مثلا برأيكم يعني اذا صار في مشكلة انا ما لازم اسمع نبض الجنين مثلا انا اسمعتها لا ماشي صار مشكلة معينة مرايو لازم انا مسلا براو عليك اذا كانت المريضة مسلا بسق جيب المياه فلازم اسمعنا فانحنا كاعدة عامة لازم اسمع كل نصف ساعة اذا منخفض الخطورة كل ربع ساعة على الخطورة ممكن الاجأ لاني اسمع مباشرة اذا شفت صار شي استجد اسمع المخاض بشكل مفاجئ ماشي اذا مراقبة انتظار علامات حيوية كل ساعة لساعتين نبض الجن غيره شو بدي رائب رابع لي طالما مرحل مو مرحل التقلصات عندي انا مرحل التقلصات شو بنا تعمل التقلصات العنق مو مرحل التقلصات العنق المحاو التساع المحاو التساع بعنق الرحم طيب انا ما لازم شوف ان اوز المخاض عم يتقدم او لا ضروري جدا فنحنا بنفحص تقريبا كلش اتم نفحص المريضة كل ساعة لساعتين حسب وضع المريضة وقت بتقريب كتير للولادي بتصير نفحص اقرب اما وقت تكون ثلاثة صند اربع صند ممكن ننتظر مثلا للساعتين فالفحص النسائي شو بقيم بالفحص النسائي انا عابتا بالفحص المتكري بكشوف المحاو والتساع والتدخل يعني بشكل عام بشكل عام فحص نسائي لتقييم العنق كل ساعة لساعتين طيب كمان ممكن انا اجاب الفحص بشكل مباشر كمان نفس الشي هاي المريضة عم تتراقب عم رائبة انا مسلا بفحصتها ساعة تسعة بفحصتها تسعة ونص المريضة نزل ماء نزل سائل بسك جنبية بنتظر لا بدي رو شوف شو صار مباشر بفحص بدي فحص وشوف ازا يعني نزل سرر او ازا صار فيه تطور سريع للمخاض تمام طيب ايمت كمان انا بفحص بشكل مباشر ما ببتظل المتة في الساعة او الساعتين اذا افضل برابو عليك اذا مسلا عم نسمع دقاء تقال بالجنين متفاجأ انه اضطرل نبض الجنين صار تسعين صار تمانين شاعد النبض الجنين الطبيعي مير رعين وسطي شاعد المدى مية مية برابو مية وعشفة لبية وستين نبض الجنين الطبيعي مية وعشفة لبية وستين هذا المقنون فانا جيت عم بسمع انا وعم بسمع لقيت النبض مثلا مية دقري بفحص مباشرة بتعرف ليش هذا عم يتباطر تمام اذا ايمت انا بفحص بشكل مباشرة اما منتظر الساعة للساعتين الا اذا تمزق جيب المياه اذا اضطرب نبض الجنين الشالة التالتة ايمت منفحص كمان بشكل مباشر هل يمكن انحضروا مراقبة مريضة لحتى ولدة؟ تحضروا كل مناح طيب ما بتشوفي احيانا انه نغمة المريضة بتتغير بين المرحلة الاولى والتانية المرحلة الاولى شو بتكون؟ بص السياح المرحلة التانية شو بتصير؟ السياح مع كبز فبتغير طريقة نحن نعرف ان المريضة تغيث بالمرحلة التانية طبعا هاي مو علامة بس هيك عادة هيك من شو؟ لانه بصير فيه كبز المريضة بصير تكبس بالمرحلة التانية المرحلة الاولى ما لا دور المريضة تقول صار عم تجيه بالرحم بالمرحلة التانية الرحم والام بالمريضة ما بتشوف فيها فحصتها مثلا كانت ست سانتلا وتشوفها غير بلشت صيح بطريقة انو صار فيه كبز فهون نحن مباشرة نروح منفحصها متأكد انو صارت بالمرحلة التانية او لا نحن بالنسبة لتطور المخاط فيه عندنا قواعد لتطور المخاط بس كل النساء بدون يمروا به هادول المخاط احيانا المريضة بتقوم فحصها 4 صنط خلال ساعة بتصيل 10 صنط احيانا بتكون 4 صنط بدها مثل ما قلنا بدها كل صنط حكينا شي عن المخاط انا والله ما بعرف ما بعرف ما حكينا عنا طيب ما حكينا عن زين كما هيك طيب اذا هاي المرحلة الاولى يعني بدنا ندمج شوي نظري مع شوي سريع اذا المرحلة الاولى هاي هي مرحلة التقلصات اذا هادول الشهلات من قيمة فحص نساء مراقبة انتظار علامات حيوية نقض الجنين فحص منتظر ولكن احنا ممكن نفحص بشكل مباشرة ما ننتظر اذا شفنا اي شيء تغير اسناء سعر المخاط فيه شغلات تاني ممكن نحنا نعملها من مرحلة الاولى ذكروني اذا نسيت شيء شو فيه كمان شغلي مهمة لازم نعملها نفتح الوريد نعم نفتح الوريد في البداية الافضل انه نفتح الوريد من اول ما تدخل المريضة نفتح الوريد نعملها تحاليل قامل ما نبلش نسارب السوائد عادة ان الماخضات يتجففهم نحط لهم سيروم سكري اذا ما بدنا نحرضون نحط لهم سيروم سكري فيه شغل مهمة كمان لازم نرائبها شو هي؟ شو اسمها مرحلة الاولى مرحلة؟ التقلصات معتا شو بدي رائب؟ التقلصات معتا لازم رائب التقلصات شلون نحنا من رائب التقلصات؟ تعرفوا طريق المراقبة التقلصات شلون؟ اما سريريا باليد وهي طريقة طبعا غير دقيقة او بالاجهزة في عنا نوعين للاجهزة مرقاب اسمه داخلي ومرقاب خارجي نحن نشدي التقلصات نظاميه حصرا بالمرقاب الداخلي ولكن نحن ما عنا هذا الجهاز فمناعتمد من حطيبنا على بطن المريضة بهذا الشكل شاد من رائب المريضة مشاد نعرف التقلصات وشلون بخاض المقعان او دا؟ عشر دقائق من حطيبنا اول من تجي التقلصة شو نعمل؟ منسجل منشاد تبطل التقلصات وشاد تبطل التقلصة وشاد تبطل التقلصة البعضة؟ هيك مراقب تبطل التقلصات فنحن التقلصات منراقب تواترة منراقب ايمة التدة او ايمة التدتها وشدتها طبعا تقييم الشدي غير تقييم اما بداية الابداية منحس عليها نحنا منحطيبنا على بطن بهذا الشكل منحس شنو نبدل تقلصة ايمة وصلت للزروة ايمة وصلت للزروة و ايمة تتراجعت و ايمة تجيب البعضة ايمة منقولها مخاط فعال عادة ايمة ايمة تقول انه مخاطة فعال ايمة تقول انه مخاطة فعال شاد بطل تكون كل شاد؟ 3 إلى 5 تقلصات برابو عليه 3 إلى 5 تقلصات بالعشر دقائق كل تقلص ولا تقل عن ثلاثين ثانية. هدور عادة نحن تقريبا انهم مخاطفة عالة. ضروري ان اعرف ازا التقلصات فعالية او لا مشان اعرف ازا المريضة بحاجة تحريض او لا. ممكن المريضة عمشوف انه عميجيها تقلصات عنق الرحمة عني توسع معتها هاي غالبا ما ما يفعل. تمام ازا دور المولد بالمرحلة اولى للمخاط عدول انه. دور الشغلات اللي حكينا هون طبعا رضعية المريضة شو هي افضل رضعية المريضة عادة. هذا الافضل. بس نحنا بنلزم المريضة بالتجاع الجانب الايسر. لا. خلي المريضة تاخد الوضعية بيفترتاح بيا. لان وجود اضطل عشر ساعات. عشر ساعات تخليها على جذب اليسار لا او اضهر ممنوع. التجاع الظهري عارتا. ما من انصاح المريضة اضطل على تجاع الظهري. ليش ليش ما ما نسمح لها بالتجاع الظهري. شو المشكلة ازا المريضة تشط حيط عضهره. الحامل. تضغط على الابهر صعب. مين بحض الابهر؟ اجوار. تضغط على الوريد. بيضغط على الوريد الاجوار فما شو بيصير عندها? هبوط ضغط. مين اللي بيقل؟ العود. تعود الوريدة. فبيصير عندها تنازل. هبوط والضغط بعد الاستلطار. الحامل نحنا ما مفضلين نحطه على الهراء ابدا. حتى وقت اللي بتضطروا تنعشوا حامل. ما تحطوها ازا كان مسلا حامل اصائل عندها صدمة توقف خلب. ما بتنعشوها و اللي بيكون عبوطيطة لاتجاع الظهري. بتميلوها. او الحامل بشكل عامة من خليطة تجاع بشكل ظهري. ليش حتى ما يصير عندها هذا الضغط. يعني هلا هي ممكن تتحمل فترة اصيرة ولكن في المزالة تلمدة اكيد رح يصير عندها هبوط ضغط اكتر. ازا الوضعية. الوضعية اللي بدها يا هالمريضة ولكن الافضل هو الاتجاع الجانبي الايسر. افضل للولادي وافضل للعم وافضل للجنين. كل هالامور هاي هو الاتجاع الجانبي الايسر. ليش ما بنعرف? فلا الداخلية بيقول لكم انه الاتجاع الجانبي الايمن هو الالياح للقلب. اما نحنا منولد اتجاع الجانبي الايسر هو الالياح للام وللالجنيس. اسألوا الوالا. لابو الداخلية باكي عندو شي تفسير. نحنا ما عنا تفسير. ازا اي المرحلة الاولى للمخار. تمام? طيب. قبل ما نبدأ للمرحلة التاني. شو صفات المرحلة الاولى بشكل عام? قلينا نحدي معلومات نظرية. حتى هيك يعني نشوف انه انتوش وان شو اخدته. في عنا خروس وفي عنا ولود. وهيك شلون بتطور عن قررحة عند الخروس وشلون بتطور عن قررحة عند الولود? مين بصير عندو الاتساع والامحاء مع بعضون? مين بصير عندو الامحاء قبل الاتساع? ولود مع بعضون. اما الخروس شو بصير عندها بالمحاء. ليش? لأنه هذا برجى لشكل العنق. شكل العنق. بلنا اتقى بصاطة بصحاب القطعة السفدية بعدها ان تسحب العنق. عنق الرحم عند الخروس اسقوالي. اسقوالي. فبتنسحب شوي شوي. بنسحب بأول بأول. يقول شي بيقصر العنق. بعد ما بيقصر على الأخير العنق. بعد ما بيقصر على العنق. بعد ما شكل العنق عند الولود مخروطة. قاعدة لمرحة فهوات بصير بمحاق بوات بصير في شد عالعنق بتمحوا بالتسع مع بعضو طيب شاده بمحن شاده بالتسع عنق الرحم عند الخروس بالساعة وشاد عند الولود واحد فصل المين لخروس براو عليك براو عليك بس هدا البرابو عليك هاي الهلا بعدين من اسحبه اسحبه فيما بعد ليش؟ هدا لانه مخطط فريدمن فريدمن هيك اه فريدمن اه؟ مان تطبط هاته مخطط هاته؟ نعم هلا نحكي عنه مخطط فريدمن بس مش كنته له هلا موجود كل مراجع هلا هو ناخده احنا كمخطط بس كقيام ما باناخده فريدمن هذا عمل قلنا دراسي من سبعين سنة قال انه بداية قسم مرحلة اولى ثانية ثالثة شو تقسيمات المرحلة الاولى؟ طيب شو الفرق بين الفان الكامل والفعال؟ شو بتعريف الكامل؟ من؟ حتى برافو عليك حتى النقطة اللي بيصير فيها تغير ملحوظ بعنق الرحم يعني عنق الرحم عم يتوسع عم يتوسع شي بطيب 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 جدا بطيب جدا وصل الى الاربع صنط ما شفنا غير بعد الاربع صنط صار خمسة ستي سبع تمام؟ فهذا ما سميه الطور الكامل الطور الكامل هو بداية التقلصات لا الاربع صنط هيك سمى فريدمن اربع صنط طبعا هالكلام بتغير فيما بعد فريدمن ار بداية التقلصات لها النقطة اللي بيصير فيها تغير ملحوظ يعني شو تغير ملحوظ؟ كان عم يتوسع عنق الرحم ضل خمس ساعات لتوسع صنط بعد اربع صنط كل ساعة صار يتوسع صنط نوص صنط نوص صنط تمام؟ فهذا ما سميه الطور الكامل ماشي؟ الطور الكامل هو بس في عنا تقلصات مع تطور بطيب لنحاول تساع عنق الرحم هذا الطور الكامل عندنا مشكة كبيرة نحن جدا مشكة كبيرة وسابقا صار فيه اخطاء كبيرة واغلب استقبابات القيصرية كانت خطأ لأنه كان يستقب بالطور الكامل اللي هذا الطور اللي ما بيخطع لقوانين الطور الكامل انتوا هلا عنق الرحم مغلق مهي؟ بدايته وبلج تجي تقامل صار حانا راحت وثع ساعة، هذا بضل 20 ساعة ما في مشكلة إذا الخروس ضلت 20 ساعة بالطور الكامل ما في مشكلة هذا ما له قوانين نامس الشيل ولود 16 ساعة بطال ما في مشكلة فانا ما بستقب قيصري بالطور الكامل بستطباب نسميه فشل تقدم مخاض اللي هاي الكلمين حزفة. مشي? هلا اكيد انتو بجوز تروحوا تشوفوا اطابير بتلاقوا كلمين فشل تقدم مخاض. اذا كلام غير منطقي. طبا في شي اسمه فشل تقدم مخاض منحتيه شو بصار الشغلات الجديدة. هلا نحكي عفريدمان. ازا ما بي نكتب على هاي. ولا في لوح. ولا في لوح. ها? على شو? عما زالك تتبع على هاتف الحمزة شو من بتي بتبدو. لا لوح ولا? باعتبار انت زعيم المنطقة. زعيم البيت. نحكي شوي لانو الحكي اللي. شايفين الصورة انتو هلا ولا راحة? طيب. نحكي بدي اشعركم ما معي. اذا طيب. المرحلة الاولى. هي طور كامن. طور الكامن هو. متما متخيلين انتو. ها. هذا الطور الكامن. ها هو اول جزر. هذا الطور الكامن. هذا اتساعة مقرحم مع الزمن. ماشي. لاحظين انه اول شي الخط. افقي تقريبا. افقي يعني فيه تزايل بعدين صار فيه زيادة مفاجئة. فهون انت اننا الطور الفعال. الطور الكامن. فريد منقال تحت الاربع سنت. هذا اسمه طور كامن. والطور الكامن اذا اجدكم مريضة وضلت ست ساعات وسبع ساعات وعشرين ساعات بالطور الكامن. ما مستطبط بلا قيصري. ليش؟ لانو استعانف الرحم غير جاهز. الساتو قاسي. ما خضاع السماء وصل. يعني ما اكتبت التغيرات الكيميائية الحيوية. عمستوى عنف الرحم حتى يتوسع. طبعا هو الكلاجي ناس بيحل الكلاجين. فبيتحلمها العنق وبيصير ليين وبيصير يتوسع. هاي الالية تباتنو. تمام؟ اذا هذا الطور الكامن. بصير انا استطبقى قيصرية بالطور الكامن باستطباط شزوز مخار؟ لا. اما مسلا اذا مريضة ماشيين بمركزية وبالطور الكامن. اكيد هاي ما راح خليها بالاصل تتعذب لمخار. او تعلم الجنين. ايه. بس هذا صار اصطباط تاني. بس ما بيصير اقول ان مريضة بالطور الكامن صار عدها تشزوز مخار. ما بيصير. تمام ماشي? مريضة اللي يجل بالطور الكامن انا ممكن اعطيها المسكن المسكن يروح المخاط او ممكن يشتد ماشي؟ بس ما بروح بعامل المريضة سيضلب خمس ساعات من المشفى وست ساعات يلا على القيصرية لا كل شي وانا بالطور الكامل معك بدي مفتوحة وانا مجنين ضمن الطبيعي مجاله ضمن الطبيعي مبدو ضمن الطبيعي وما في عندي مشاكل تاني هلا سادسة يلا مرتب تمام اذا هذا بالنسبة للطور الكامل ما بنستعجل نحن ونستطب قيصري بالطور الكامل واغلب القيصريات اللي شفتوها واللي نعملت لأول مرة بالبلد هي نعملت بسبب انه الطبيبة يعني كان لازم مالذين الطبيبات ما يحبروا حتى شوي تأقل بالحكي فغالها مضطر تضل احكي هيك بشكل عم تسجد كمان لك تسجيلاتي وصلت لأمريكا مو بس براية اجزال صباحي شكو ريدي عندك مستنال مشاهدة عن طرق اتنين عن طرق اتنين عن طرق اتنين ما ها يعني المشكلة انه نشتغل نحن بجهل انا بس بالطور الكامل مبسي للسطب القيصرية طبعا هاي المعلومة مني بيعفوها الجدد القديمات ما بيعفوها للأسر على القيصرية على القيصرية طلت المريضة ثلاث ساعات اربع ساعات بالمشفى يلا على القيصرية هذا كفر هالجريمة بس انتو اخوان بالنسبة للمحاقة الساعة بس لايك ما علاقوا في انشاءات تانية بس طبعا هاي بس طبعا هاي بس طبعا هاي نحن بنعمل قيصرية بس ما بس طبعا تقدم فشل تقدم مخاط اذا الطور الكامل بترك سؤول علي انو هذا الطور نحن ما بنستطب في قيصرية بس طبعا فشل تقدم مخاط طبعا خامسة طبعا 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 اشتركوا في القناة 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 هذا الكلام تغير. صار في مخططات جديدين لما خاض. هذا بس مصدر نجاح نحكي. ولكن نحفظه. النقاط الرئيسي لفريدمان. فريدمان قال انه الطور الكامل والفعال. امت بيبلش الفعال? اربع صان. تمام? هيك قال. قال الخروس واحد فاصل اثنين. قال الولود سنطين ونص. الولود اسرع. اكيد. مشي? طيب. هاي مرحلة الاولى. المرحلة التانية قال انه الخروس بنعطيه ساعتين. والولود بنعطيه ساعة. هيك قال. فضو لي هدول. مشان الى نشوف المرحلة بعد. كمستاجد تقول لي انكم عنكم? هون تنتجون? احساس اوه. اربعة. اربعة. باقي بنخلص لكم التومين. تمام? طيب. المرحلة التانية شو هي مرحلة ولادة? مشي. المشي منتولد لحالة. موهي? بس تقلص الرحم. شو بس يصير بالمشي منه? تنفكه بتطلع. مش هدا ما اعطيه فرصة? مصدر. اذا بعدت. القلال مصدر. انا حان. مخاوة انطالع. تمام? شو علامات انفكاك المشيمة? دفقة دموية. دفقة دموية. تطاول حامل سري. بشكل الرحمة بتغيير بصير كروي بصير اقصد. تمام? اذا هاي بالنسبة لولادة المشيمة طبعا هذا نحكي سرييا عنه كلها يعتم. هلا بلنا نحكي عملين. الولادة بالنجيه القفوي العيسر الأمامي اللي هو الأهم. ماشي؟ القفوي العيسر الأمامي هذا هو الأشيع والأهم بالنسبة للكون يعني نحنا عادة نسأل طلاب السادسة عن هذا المجيء اللي بطي يعتمد عن المال تعالى نسأله عن المجيء الوجه والجبهي. طيب؟ مبارح مكان هنا. مبارح او رم كانت الدور اللاعب الأساسي في المقابلة. ايه 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 ايه. شنو يا بناشئ؟ طيب اذا هلا بلنا نحكي سرييا. اول ما تجي يكون المريضة على المشفى. مو هيك نحنا نستقبلها. ناخد مننا قصة سريري. حكينا عن القصة السريرية. ناخد مننا القصة. نبدأ بالفحص. شنونا نبدأ بالفحص؟ نبدأ بالفحص العام اول شي هي علامات حيوية. بعدين تأمل البطن. ننقيس ارتفاق على الرحم وحكينا الكلام. نبدأ من مناورات ليوبولد الأربعة. في القطب العلوي. قطب السفلي. تجاه زهر الجنين. قطب السفلي بالتسلسل. قطب علمي تجاه زهر الجنين. ماذا يوجد في القطب السفلي ما بنكرر. اخر شيء بدنا نشوف تدخل. مو هيك؟ نشوف التدخل ازا رأس الجنين بالدخل. او لا. هذا فحص اسمه فحص البطن. ماشي؟ بعد فحص البطن بنجي بعضا شيء اسمه فحص النساء. حكينا عنه المرة الماضي. اول شيء تاهم ونفرش. بعدين فحص النساء. انا فحص النساء في عنا كم نقطة ممكن تحصلها؟ تقريبا. كتير. اه خاصة من زخروس. قلنا اول شيء نبدأ بقوس العاني. بعدين الشوكين. بعدين الجدران. بعدين بليشوف البطر الخرشومي تحت العاني. او بليشوف اسمه تبارز العجوز. بعدين وصلنا للعنق. العنق قلنا الواء باصفات. بعد العنق بيجي جي بالمياه. بعد جي بالمياه بيجي المجيب. قلنا في مجيه رئيسي وفي فرعي. مو بس هيك. قلنا المجيب بعد الفرعي. الوضعيات يسرى. يمنى امامي خالفين. واخر شغلي منشوف التدخل. التدخل منشوفه من فوق. بس منحدد درجته من تحد. يعني يقول تدخل صفر او زائد واحد من تحد. اما من فوق بعدك متدخل او لا. فحص الوطن. تمام. اذا اي بالنسبة لالامور. فحصنا نسائي. بعد ما فحصنا نسائي. بعد ما فحصنا نسائي. وعرفنا كل هاي معلومات وسرجلناها. شو ضل عنا. اصغاء الجنين. اصغاء النبض. اصغي نبض الجنين. هاي شغلي لا تنسوا. لا تنسوا. متل ما ما هم تاخدوا علامات حيوية عند الام. تمام في شغلي مهمة ان تكون تعفوا نبض الجنين. خاصة اللي بيقعد بالاسعاف. ونحن دايما نبض الجنين هو مسؤولية اللي بيقعد اللي بيستقبل المريضة. لان المريضة اللي بتجي وميت الولد هاي نحنا ما متحاسب عليها القانونية. اما المريضة اللي بيجي اصغاء ايجاب يبينوت عنا بالمشفى هاي متحاسب عليها في هسابات عليها. تمام. فاول شخص يعني الاطبار ما بيصير تطلع من قسم الاسعاف لقسم المخاض الا ما يكون النبض متسجل. لازم النبض يكون مسجلينه على على الاطبار. على نحنا شؤلنا القاعد العامي تابع دقاط فل من جنين. وين نسمع دقاط فل من جنين عارضا? حسب المجيد. في القاعد العامي شو بتقول? بالمجيئات. بالمقعدية. فوق. فوق. فوق السر. واتجاه زهر الجنين. يعني دايما نحنا الاسراء بيكون باتجاه الزهر. ولكن حسب المجيد. ازا رأسه لا تحت ازا كان مقعدة. هاي القاعدة العامة. بالمجيئات. طيب. قلنا شنون احنا منحذي دي المجيئ. كمان هاي شغلة. ازا كان مجيئ رأسي. اه حكينا انه اول شي نحنا ازا جسينا كنت لي صالبي بنعرف انه رأس ما بيكفة. وين منا نمشي? درس السهمة. بني شوف علاقة اللامي مع البريق ماوي. اللامي شنون شكله? وهاد. بنتي شوف هانا اللامي وين موجود اي من او اي سا بترجع شوف اللامي وين امامي. او قال في ازا هذا الكلام. هو بالفحص. النساء. طيب هلأ بنا نحكي عن مراحل الولادة. نحكي عن مراحل الولادة مش عب نعرف شو بدنا ندبر كيف بدنا ندبر بالمريضة والمارحة التانية. هلأ يعني هذا حق يعني انا ما بعتبره كلام نظري لا هذا كلام عملي. انت ازا ما فهمت الالية ما راح تعرف شو بدك تتصرف. مو هيك? بنفهم الالية. طبعا الالية بسيطة جدا. هلأ من نمثلها ان شاء الله. وبس شفنا الالية اكيد شو بده اكيد انا بتسترتيج التدبير استنتاج. هلأ متبع الان المرحلة الولادة. هلأ مع حق التقلصات. فأنا لازم راقب التقلصات. ولازم راقب عنق الرحم. ولازم راقب قلب الجنين. وهلأمور هذه. طيب شو مصدير بالمرحة التانية. هلأ لعمق بتمام المحاوة واتسارة. طيب اول شغلة جنين شو بده يعمل. هاتا شو اسمنا انا هدا لفذ الجزء. شو سمينا اها. مضيق. مضيق. او مضيق علميين لي. هيك نسمي. مضيق. طيب اول شي جنين شو بد يصغيل فيه بده ينزيل مو هي. معتا شو نسم مياه الشرر التدخل معناها تدخل اذا أول مرحلة هي التدخل شو تعرف التدخل مو مجرد انه يعني هيك نزيل شي بسيط منه التدخل لأ المقول النصافي هي تدخل اذا تجاوز القطر مستوى القطر مبدالجداريين ومضيق العلوي الجنين له استدارة كبرى ماشى له استدارة كبرى لهاي الاستدارة43 على مستوى القطر بل بيني الجداريين بس تجاوز مضيق العلوي صار اسم التدخل اذا تعريف التدخل هو تجاوز القطر بين الجداريين المضيط العلبي او مستوى القطر بين الجداريين الشغلة بسيطة مو هيك؟ الاول شغلة المجيء تكمي الايسر الامامي هيك بيكون وضع الجنين شايفين؟ هيك الظهر للامام وللايسار هيك بيكون هذا الجنين عم بحكي عنه انا هاي الام واقفة ما بيلكون الام واقفة ما بيلكون تماما هيك هيك بتكون هاي الوضعي مشي؟ اذا تدخل اول شي اتدخل اتدخل شلو تدخل الجنين؟ شلو رأس الجنين؟ مائل والله امامي خلفي والله معطرد؟ مائل مائل ليش؟ لحنو اليافوق اللامي بدي يكون بالايسر والامام يعني هون لنا هيك ايسر امام هيك ايسر معطرد هيك ايسر خلفي مو هيك؟ حكينا المرة راضي؟ طيب اذا ايسر وامام اول شغلة شون تيصيف فيه بدي يتدخل طيب اي شغلة بتصير معنا نحنا بالتدخل احيانا هاي ما منع تبرع مرحلة من مراحل الولادة ولكن نعتبرها شغلة مزعجة نعتبرها مزعجة يعني شلون الطريقة اللي بتدخل فيها الجنين؟ هلا برايك ان الجنين شلون لازم يتدخل هيك؟ والله هيك؟ والله هيك؟ لا هيك هيك عن نص لازم يتدخل الجنين هيك 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 الصح يعني لازم ينطلق الدرس السهمة على القطر المائل للحوق طيب هاد الجنين مابدي ينزل هيك وبينزل هيك إلك معوشي؟ لا وهيك كمان مالك معوشي طبعا هذا شيء مزعج هذا شو اسنو؟ توارب ماشي؟ نسميه توارب ورد رأس وورد فبدال ما يزل الجنين هيك نزل هيك طبعاً شو بيعمل يعني عصرات ولادة بأخر الولادة ممكن يصحر عافوياً ولكن شو بنسميه التوارب هاي ما معتبره أنا مرحلي من مراحل الولادة لكن بعتبره يعني طريق التدخل بدل ما ينزل نظامي هيك بينزل هيك أو هيك هاي شو مهمة سابيرياً ليش؟ لأنه أحياناً جنين صغير ومعن يولد ليش معن يولد هذا؟ ليش معنين؟ ليش؟ لأنه الأقطار ما ينظاميه حتى لو كان المجين صغير رقص الجنين صغير ولكن جاي هي إيه هذا ما أجب القطر النظامي الأقطار النظامي لبجسمك الولادة شو المعطي؟ طبيعي للفحص إذا شفت الدرز السهمي إذا كان في عندك التوارب أمامي وتوارب خلفي هذا توارب أمامي وهذا خلفي إنت المفروض وقت اللي نحن نجس ويبن نلاقي الدرز السهمي بالممتصر طيب إذا شفت الدرز السهمي رائع عراجوس وعندك هال الحدب الجدارية أكبر الأمامية ماذا بسميه؟ طوارب أمامي هادا بسميه بالعكس طوارب خلفي يعني بشوف الدرز السهمي مقرب على بالفحص النزائي بشتبه إذا هاي ما بنعتبره مرحلي من مراحل الولادة لك شو بنعتبره؟ هاي طريقة نزول لازم ينزل نظامي؟ إيه ما بدو ينزل نظامي؟ نزل هي نزل هي ما لنمعه شي هو اللي بتحكي المرضي إحنا نحنا ممكن نتحكي أمامي إذا هادا بسميه التوارب ما بنعتبره مرحلي ولكننا بنعتبره طريقة الجدارية تمام؟ طيب كيما نزل درز السهمي يكون متشاوي البعد؟ إذا ما كان متشاوي البعد ذلك إذا أنت خلق لك عاني؟ أو لك خرشون؟ لازم ترز السهمي للجنين يزل بالمص إذا أقرب على عاني أو أقرب خلص فالبابا ينزل القطر نظامي صار يزول قطر مور قطر البي بي دي مثلا نحن نحن مدنا البي بي دي ما بندخله بأقطار رأس الجنين وقتا بنحكي إنه يددخل بالقطر كذا دائما بنحكي إنه رأس الجنين يدخل بالأقطار الأمامي الخلفي له ألو رأس الجنين محكينا إنه له خمسة أقفار أربعة أمامي خلفية شو يعني؟ أمامي خلفية يعني هيك يعني بهذا المستوى مشي؟ أما بالمستوى العرضي عندك بس المبي لي المبي لي ما كليل بنحكي فيه بنحكي بالأمامي الخلفي أكثر طيب إذا أول مرحلة شو نسميها؟ تدخل طيب بعد ما بدو يدخل هذا شو بدي يزليخ به هذا؟ حسنا بس لأكم شغلة بالنسبة لما راح للجنين ما في حدود فاصلة يعني بنفس الوقت يتدخل وبينعطف وبينغل وبينزل مع بعضه تمام؟ طيب إذا بعد التدخل شو في عندها؟ بعد ما بدو يتدخل بينزل بكمل نزول ماشي هو بنازل شو بصير فيه هو بنازل؟ هو عم ينزل شو بزير فيه رأس الجنين؟ لا يведه أستند ندخل فوق. اه. هلان احنا عنا احتيكاك راس الجنين بالحوض. طيب انتم اطلعتوا بالفيزياء القوية ضرب الزراعة وتشوي القوية ضرب الزراعة. مهي? طيب وين القوة وين الزراعة? القوة نفسها. جدران الحوض. الجنين نازل هيك. هيك نزل. مشي? يعني ايه? اسا ما بتمو بكامل العطاف بس بكامل العطاف تحت. مشي? طيب هذا المحور وهذا زراع وهذا زراع. مين بده قوة اقل? الخلفة. الطويل ولا القوة نفسها. القوة نفسها. ماشي? طالما القوة نفسها معتا الزراع. لا من هون لهون اطول. اه. مشي? القوة نفسها معتا هون. القوة ضرب الزراع شو تطلع? العزم? مهي? اه. فالعزم هون بيصير اكبر. فبين اه رأس بنعطي. مهم هايش اللي فيزياء هلأ مواتها. نهم انهم احنا نعرف انه الجنين بيتدخل. بينزل. بوع منزل شو سيفيه? اه. طالما ليش احنا بيصير بيجي مجيء لوجهين? احساسا كيف? بالاصل. بالاصل بيدخل وجهين. انه بالاصل بيدخل من فوق وجهين. هاي نحنا هون عم نحكي عن مجيء القفوي. القفوي احيانا ما بيجي بيتعمل ما يطاف لحتى يحتك بجدران الحوض. كل ما احتك بجدران الحوض بينزل هيك بعدين بنزل ايه? نشأ? قصد كيف يتحول لوجهين? بالاصل بيكون مجيء. بالاصل ابل ما يدخل ابل ما يتدخل. ابل ما يتدخل من مضيق الان. اذا. اذا هذا. هاي المراحل. نزول والنعطار. طيب. هو عم ينزل و عم ينعطل. شو عم بيصير فيه? ليش عم يلو? ليش عم يلو? ليش نزل بالمائل. عملك عيسر اماني ها? شلو عم نزل? نزل هيك. نزل بالمائل. نزل بقطر الحوض المائل. مشين? طيب. ها انا ما بيصير كهذا بده يطبع هيك. ليش? لانه مخرج. مخرج القطر الامان من خلفي. اطول من مطرق. فهذا سبب دوران الجنين. فنحنا عم يتفتش ما مشو غير هالجنين بلش يفتل. احنا بس شفنا عم يفتماعات الامور الخير. هاي لنا قاعدة انه ها قاعدين مع بيلي الولادي. بس شفنا بلش باس الدوران الداخلي على الالة ونعرف انه الامور جيدة. اه يعني الراس الجنين. نزل بالقطر المائل وبديرون بالقطر الامان الخالفي. شو القاعدة العامة للدورانات? نقطة الاستكشافية بتتوصل بالعامل. رابع لي. هاي حقا ذهب هالكلمة. القاعدة العامة انه نقطة الاستكشافية بتتوصل تحت العامة. يعني طيب المجيئات القاعدة من البطار الاستكشافية? اللامة. اللامة. طيخ هاي اللامة. طيب. هلا بالولادي بس في سر ما احنا احكي لكم اياه. بالولادي الرأسية انه الراس بيولد لحاله وبعدها الكتاف بولد لحاله. ماشي? قد اعتبر الجنين جزئي. بالولادي المقاعدين باعتبره بلتها جزئ. هاي كلها مشان طبسيط منفاهم بالامور. يعني. هلا الجنين نزل هيك. ماشي? هاي نزل هيك الجنين. بده يدور. اللي عفو خلامي وين كان هون? وين بده يصير? تحت العاني هيك. هاي العاني ماشي? فبدي يدور هيك. طبعا الكتفين ما لن علاقة لسه ها مع مصر اللي نشير. لسه عمين نزلوا. ما لن علاقة السه باللي نشير عم بيصير بالراس. فرأس الجنين شقدر? بس. كان هون وصار هون. شقدر? طيب. وقت اللي بون رأس الجنين هيك. شقدر بيلور? متى بيلور. متى بيليور. متى بيليور تسعين. هيك. الان لو هيك. بيليور تسعين. طيب. باقي هيك كان. اه. مية وخمسة واربعين. مية وخمسة واربعين. اول خمسة واربعين تاني تسعين. فالكلمة اللي نقطة الاستكشافية وين اللامي هون خلف 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 وايسر ماشي خلف وايسر بدا تصير اول شي معطرد بدا خمسة ربين فأنتو شلون بتعرفوش قد بد يدور الجالين بس بتشوفوا وين النقطة الاستكشافية وبتعرفوا انو هاي النقطة الاستكشافية لازم لوين تروح هاي بس من مجاة ممكن يصير دوران ممكن يصير دوران ويعمل شزور بزيد المشكلة علينا هلا هاد ازا ما عجبوا يدور للامام راح ضار للخلف اجاب الوضع القفوي العجزي هذا وضع سيء هذا سيء بس اما كشي طبيعي احنا نحن كعشي طبيعي هذا خلل الضالب ايه الضالب انو النقطة الاستكشافية بتروح بتلفوا بتدور لو اوصل تحت العاني طيب ازا ما جي زقنة خلفة هذا شو اسمه هذا شو اسمه هالمجي وجهه زقنة خلفة ها هاي شاعد بدي يدور هادا والله ما بيدور بيولد هايك بيولد هايك بيولد هايك الضقنة الخلفة يعني بيولد الجنة بيها الشكل شو بدي يصير لون شاعد بدي يبرون بدي يبرون مية ثمانين درجة لانو النقطة الاستكشافية شو هي ويمدى توصل الزقن تمام يعني بجيب لكم ياها من الاخير النقطة الاستكشافية ويمدى تروح بس عرفت هاي الكلمة بعرف كل الدورة لانا ما بدي حدا يجي ما بدي عالساعة وفكر انو هادا وين بدي يدور مشي؟ طيب اذا هاي بالنسبة للنقطة الاستكشافية النقطة الاستكشافية فضوة بالمجيئات الرأسية لازم تدور النقطة الاستكشافية وقصل لها تحت العاني فانا بيعرف عن ظهر غير انو شآت هذا الجنين لازم يدور بكل بساطة تمام؟ طيب هلا بنرجع للقفوة الايسر الامامي اللي هو الابصار قلنا بدي ينزل الراس ينزل بهذا الشكل الجنين عم ينزل وعم ينعطف وعم يبلش يدور بهذا الشكل صار مشي؟ كتفين شبون؟ ما فيشي لسه لنكتفين بساتهم على بطرهم جوا ماشي؟ هلا وصلت و بس وصلت النقطة الاستكشافية لا تحت العاني بنسميها مفصل تحت العاني وبتبدأ ولادة الرأس بدي يبلش يولا وبدو يعمل الحركة المعاكسة للحركة اللي عمله جوا يعني هلا جوا انعطف هلا شو بدي يصير فيه؟ هلا انا بدي احكي صرت بهي المرحلة هلا انتم لازم صرت بهي المرحلة صارت النقطة الاستكشافية وينها؟ تحت العاني هلا بدي يولاد الراس بدي يبلش يولاد بدي يبلش يولاد اما بالمجيئ الزخني بالعكس بالمجيئ الزخني وانبسط وصار كان بيأشد الانبساط بيبلش ينعطي السخم بتصير هون ويبلش الراس بالعكس يعمل الانبساط ما كهي مندقيق على الوجهة هلا خلينا بالقفوية بالمجيئ القفوية اذا بس وصلت مقابلات والله انا بدي سلك عن وجهة تذكرني طيب اذا بالقفوية هيك هيك بالمجيئ القفوية صارت النقطة الاستكشافية تحت العاني بلش بقى الرأس ينبسط هلا هو نازل بالحوط كان عم ينعطي في الوقت اللي بده يتخلص بدي يعمل الحركة المعاكسة وهي الانبساط بيتبسط الرأس بيتبسط طبعا مو ينبسط بيفرح يعني اكيد بيتبسط يصير في انبساط بل ما الجيل مين حاو عندهم جيل بل كان فيه هناك قهول وين جيل القهول فوق بس مغلي على الشباب جيل اي معاقل اي جيل بس بدي جيل او هيك شي حتى تشوفوا الحركات هون اذا وصلنا لما نحط الانبساط ينبسط الجنين بعد ما بينبسط الجنين بعد ما بينبسط رأس الجنين تولد الجبهة الانخ الفك بالاخير السقن طيب بعد ما بيولد الراس كيف بيولد الراس الوجه الوجه الخلف اول ما بيطلع الراس بيطلع رأس الجنين وين عم يطلع بالتجاه شرجل وعده بجاه شرجل بيطلع 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 طيب ازا بس ولد الراس بيطلع بيكون الرأس عم يطلع على شرج امه هيك نحنا بيولد بيطلع 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 بس لك بس لك بلاده الرأس هيك بقية الجنين صالب. الراس ونعم اتطلق? تجاه شر جلوان. طيب. بعد ما بيولد الراس بتحرر ولا بيضل مقيد? لا لازم تحرروا اتجاه الفخز الايمي. بيضل في شي قوة تأسر على الراس? لا. ايه بس اما ما يعني ما ضل في حوض يجبروا على الحركة. بس طلي عن راسهم الرأبي هون تحرر. ما ضل في شي. ايه طيب هلا الراس شو بده? اني هلا الجنين شلون بيولاد? ها. ونزل هيك بده? هيك ولد ها. طيب ليكو كتافة? وليكو وجه كيف? شايفين? ما ولد هيك? لا ولد هيك. طيب بعد ما ولد رأس الجنين. بعد ما ولد رأس الجنين شو بيصيب فيه? بدي يرجع يشوف وضع الكتفين اللي كانوا جوه. فشوف سمي هذا الدوران? يعطوا. شغل بيكون هاد? حمسة وارب. شغل دار جوه? بيرجع بالدورة بالعكس حمسة وارب. مشي? فاول ما بيطلع على الراس بتشوفوه? مبسط. مو مبسط وطلع. بس طلع مضل فيه. خلاص صار حر. يا ريس انا. يا ركز معنا. طال. هلا بس ليكو مساعدة. اذا. وقت اللي يطلع رأس الجنين بعد ما انبسط اتحرر. مو هي? اتجاوز الفرج. طلع من الفرج. ما بقى في قوة تضغط على رأس الجنين. طلع هو عم تطلع على وين? للاسفل. للاسفل طلع. طيب. هلا. مضل فيه شي يأسر عليه. مين هلا بدو يرجع لشو? بدو يشوف ده وضع الكتاب. مشي? طيب هلا الكتفين. الكتفين كيف هني هلا با موجودين فوق? اساعدهم? بالوضع? المائل. موجودين بالوضع المائل هيك موجودين. ماشي? هيك. هذا الفغر اللي يسر لأمان هيك موجودين. اه. فالرأس شو بدو يصير فيه? اجباري بدو يلحق الكتفين. فبشو سمي هاي الدوران? دوران لعاطة. طيب هلا الكتفين. هاي مستوى الكتفين. مين اطوال المعترض ولا الامام الخلفي للكتفين? المعترض. المعترض. هاي عريض المنكبين. مو هي? فالقطر المعترض هذا البيت الاخرى مين? شنون بدو يطلع هذا? بدو يطلع من المخرج. مين القطر الامام الطويل بالمخرج? عنا. عنا شو بيصير بالكتفين? بدو يدوروا. فدو يدوروا. عكس دوران الرأس بالأول. هلا الراس دار هيك. ماشي? مخلصنا منه. هلا اجا دور الكتفين. اه اجا دور الكتفين. فالكتفين ما بدا الدور بنفس جهة المب. بدو يدور لحتى تجي بالوضع الامام الخلفي. يعني القطر الطويل. بدو يجي بالامام الخلفي. فالجنين شلوم بيعطيكم حاله? هيك. تجع بدو? لك هلا. الكتفين بدي يدوروا. دوران الكتفين. يدوروا بهذا الشكل ليش حتى حتى يصير القطر بين الأخرمين مع الأمام الخلف للمخرج منتفعنا أن الأمام الخلف للمخرج هو الأطوات فالكتفين بدون يسايروا الأمام الخلف إذن وقت يدوروا الكتفين شو صار بالرأس دار معه شاد دار شاد دار الرأس وقت يظل 90 درس وين راح ألا وين عم تطلعوا وجه الجنين على فخة دمه الأمام ماشي ليش صار هيك لأنه الكتفين كانوا بالمائل ما بس يظلوا بالمائل شو بد يصيروا أمامي خلفين أنتوا بتكن تتخيلوا أنه دائما القطر الطويل بد ينحق القطر الطويل هيك حتى بيجبوا تفهموا التويل مشي هلا الكتفين صاروا بالوضع الأمامي الخلفة الرأس لوين انطلع عففة دمه اليمين هلا بنحي دورنا نحنا كمولنين شو بدنا نعمل؟ 하كل ملأس ايها هاي الأمامي الخلفة ليكنوا هاي القطر صار الأمامي الخلفة نحنا بنمسكوا رأس الجنين أو هاي المرأس هلا بنحكي هاي مسميها مرحلة الانقزاف انقزف وطلع بالكامل رأس الجنين بعد ما صاروا الكتفين بالوضع الأمامي الخلفة يجي لمرحلة اسمها الانقزاف هاي промرحلة الانقزاف وطلع هلا بنحكي نحنا شو دورنا لهاي المرحلة بالكافية إذن هاي مراحل الولادة بالمجيء القمي الأيسر الأمان مفهومة يا شباب شفتوا ليش هاي الحركات بتصير ما كثير ضعبة انتوا بكنتوا تتخيلوا أول شيء الجنين هيك النقطة الاستكشافية لازم تجي تحت العانة دار خمسة وارمعين جوا الأول شيء انتخذ نزل عطفوا دار صارت هاي تخلص يكتف عوضه تخلص طلع عم يطلع على فخد المو على شار جمه شارج أمه بس اتحرر الرأس دوراني عاضة طيب ايش دور الكتفين كتفين نزلوا هيك ما بصغير ينزلوا هيك ما فيه نزلوا هيك بني دوروا هيك وقت لي داروا هيك شو بصير بالوجه بالرأس كمان دورة عم سمتهم فهو بيطلع الولد عم يطلع على فخد أمه اليمين تولد كتف الأماني الخلفية والأخير بتتم الملادة بشكل كامل إذا هاي مراحل ملابد اناacing هدوي كان قريباً استفيد منوا كيش بني استفيد منوا شادي اعرف أنا شو دورة بالمرحله الثانية الآن حكينا عن دورنا من مرحلة أولى هاي البساط الرأس والدورانات مثل ما يكون شافينا هاي المارحلة أولى هاي المرحلة الثانية هلأ العملي بقى طيب هاي المرحلة التانية مرحلة التانية منين بتبدأ؟ من تماما للمحاب طيب شو دوري هاي المرحلة؟ عدوا دي. أول كلمة من زدتها مباشرة من شو منه؟ انتظار المراقب مش هاي التانية؟ غير المراقبة من المراقبة من الانتظار من نسبه لجيب المياه؟ إذا ما انبسط تفسقه بس إلنا البسط جيب المياه موعى شوائي بدي تأكد أنه راس إما مسكر الحوط أو إذا كان عالي شوائي 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 طيب غير بس تجيب المياه شو في عندي أهد؟ دقاطة البجنين كيف شاهد؟ انا بلسمع دقاطة البجنين ايوه خطر هاي المرحلة ولا الاذلة؟ هاي معده شو ملسمع دقاطة البجنين؟ بتواكر أكتر فإذا كانت منخفضة الخطورة ربع ساعة، إذا عالية الخطورة خمس دقائل ودائما نحن نصلي بعد التقلصة إصغاءنا نختار دائما بعد التقلصة لكننا عم بتعمل عم نتجه للإصغاء المتقطة في شيء اسمه المتقطة إذا إصغاء غير الإصغاء شو بدنا نعمل؟ هلأ نطلب من الأم تكبس أو لا هاي مكلة ضرورية ممكن أنا وأنا أفضل أنه ما أطلب من الأم تكبس لأنه حي لحالة بالأخير رخ تكبس بدون انتمثلة لها الولادة حدث فيزيولوجيا يعني إذا تركتوا الأم بالبرية يكتولاد ما بدا دارس عشرين سنة ما هيك؟ هدا شيء طبيعي فأنتوا قد تكون تعرفوا أنه قد ما تتركوا الولادة تمشي بشكل طبيعي بدون تدأ ولادنا عم بكون أسنع أنا هلأ لو بيطلع بليدي بخلي الناس وعند ترجعتون للميديو دا لأنه الشغل اللي عم نسير بالمشافي هو اللي عم يأزيهم نحن وقتنا عم نسرع الولادة نحن عم نأزي يعني إيه ما تصال في مشافي توليد من كم سنة؟ بالأثين ستاشفة طيب أبل أثين ستاشفة كان فيه؟ هاي كانوا كل يولادوا بالبين طيب من أصل عشر تلاف امرأة كم واحدة تمت أسماء الولادة؟ أو كم ولا ديمون؟ ضرعة كان بتحقيلك بقصة واحدة أو تنتين تمام؟ فنحن مفروض نترك الولادة الصغير بشكل عفوي بدون أي تدخلات حتى عدد قسرية؟ نحن ما فيش اسمه قيسرية الكامل يعني القيسر كله شي جديد وكله شي مستحدث فنحن أدمن نترك الولادة تبشي بشكل طبيعي بدون تدخلاتنا هذا لصالح الأم ولصالح الجميع طيب إذا ما في مشكلة هلاب بالمرحلة الثانية شو دوري أنا؟ إن هلاجين على مرحلة الكبس أنا طالما الأمور ضم الطبيعي لا تكبسي خليها على أخير خلي رأس الجنين ينزل لأنه الأم بتنزل الجنين ملي 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 هل نزول البطي هذا شو بيعمل بالانسي جي؟ يمزدها بشكل بطي إذا تمدت الانسي جي بشكل بطي ما تتمزد أما إذا تمدت بشكل سريع وشو غير طقت طقت الانسي جي ما هيك؟ تمزدها فنحن نفضل أنا فضل إنه نترك الأمور على طبيعي ما في مشكلة هلا نطلب منها تكبس بس ما في مشكلة الكبس يعني تحسو تشت عضلات بطنة بالإضافة للتكبسة الماخامة طيب هلأ أنا بفي عندي حركات بيدي بدي أعملهم شو أن الحركات اللي بدي أعملون بيدي بدكم تجوا بالكلب اللي يجي يشوف هاي الحركات البعاد الدومين من شايفين تعمل أنا طبعا الفضل يولد أنا واعد أربو 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 تعمل حمسة تعمل وش الولاد لك سوابين تعمل طيب طبعا صاروا الكل عين شايفين الكل شايفين الكل شايفين طيب هلأ لا تطلعوا على الكتف الكتف بلعوا غلط أنا بس على الراس وين اليافق اللامة؟ تحت العاني بلش البنات شايفين بس عطي المجلة البنات بلش هون يتبارز الراس مو هيك أنا بلش هون دوري طيب شو الشغلات اللي بدي أعملها أنا هاي بهاي نقطة بس بلش تقريبا الراس يظهر من الشفرين في حركات بدي أعملها أول شغلي أنا بحاول بحط مثلا بحط شاني بس ما بغطي العجان أنا عندي قاعديني ما بصير غطي العجان هالعجان ما بيتغطى ما بصير تحط شاني وغطي ممكن غطي الشرج ما في مشكلة بس أما ما بغطي العجان لأنه بضل عيني على العجان لأنه بأي لحظة هذا ممكن يتمدد ويتمزق فأنا قبل ما يتمزق بقصه أنا أحسن ما أخليه يتمزق مشي؟ طيب هلأ الراس أكيد بده يطلع أنا شو هدفي من الولادي؟ شو هدفي من حركات إيدي؟ اللي هدف واحد إنه حافظ على سلامة الآن سيجي عند القدر الإمكان طيب شلون أنا بدي خلي حافظ على هاي السلامة؟ لازم خلي الجنين يطلع بوضعية أصغر ما يمكن يعني هلأ تعرفوا إذا الجنين طلع هيك أحسن ولا إذا طلع هيك أحسن؟ طيب هالقطر شو سميته؟ هذا كتير كبير فوق القفوة فأنا قدر الإمكان ما بدي خلي الجنين يطلع بها القطر خليه يطلع بها القطر أحسن ماشي؟ هذا القطر القفوة هو تحت القفوة البريكماوي هذا تسعة ونصف أما هال تلتعش ونصف فرق كبير بيمزق طيب معناها أنا شو بدي أعمل؟ عندي أنا إيدتين ماشي؟ في إيد عم تيجي من تحت أنا يمني أيمن أنا فبيستخدم إيلي اليمين بهذا الشكل عمردف الأنسجة شو يعني عمردف؟ أنا عندي هون مطلوب الطعام فبجمع الأنسجة من تحت بيجي بالإيد الثاني شو بعمل؟ هاي أنا بحطه على رأس الجنين تفوش يا حمزة هاي هاي رأس الجنين عم يطلع شوي شو تفوش تفوش فشو عم بعمل أنا؟ عندي عم أعمل شغلتين بإيديه أول شغلي عم قاوموا لحمزة يعني عم حد من سرعة الإنقذاء ماشي؟ ليش؟ ما بديها ينقذفه بسرعة الأم أحيانا وخاصة الولودات بيقصفوا الولد بكبسة واحدة بيطالة فنح ما بدنا يتطل هيك الأنسجة لا، الأم عم تكبس نحنا عم نعاكس بالإيد الثاني الإيد اليمين عم تجمع الأنسجة من تحت لأنه عندي هاي نقطة ضعف الإيد اليسار عم تتحت من سرعة الإنقذاء وشو عم تعمل؟ عم تخلي الرأس معطوف لأبعد نقطة كل ما خليت الراس يطلع هيك أحسن ما خلي الراس يطلع هيك ليش؟ لأنه هيك بيطلع القطر صغير قطر قطر تحت القفة والبرجماوي أما إذا خلته يطلع هيك بده يمبسط بده يمدد للإنسجة كتير وبده يمزقها، تمام؟ إذن هاي الحركات اللي بعملها ردف عجاب من تحت الإيد الثاني بحد من سرعة الإنقذاء مع زيادة الإنعطاف يعني عم تضغط عليه هيك يتضل بعطوف لتحد ماشي؟ تضغط حم تضغط لألك تمام هاي الأمور تمام هيك؟ طيب أنا عندي استثناءات أنا أي نقطة بتصير عندي بالولادة ممكن يعطيني بس الجيد أي ممكن يصير عندي مفاجآت أو صير مو دائما الأمور بتمشي عنا بسلاسة شلون يعني؟ طيب أنا عم تطلع وين عيني؟ على العجان طيب شفت العجان شحب معتا شو؟ طي أنا خليت مزة شو بعمل؟ بمنع بمنع الراس هاته مؤسس يا جماعة وبحاول أخذ خزع مائل طبعا مو خمسة وأربعين أنا ما باخد خمسة وأربعين باخد أقرب للأفقين أقرب للأفقين ليش؟ لأنه هون تمدد بس رجعت الأنسجي لبعدها بيكون أخذ خمسة وأربعين ماشي؟ في هاي ملاحظة دائما من علمها للمقيمين أنه لا تقربوا على الشرج نحنا نبطل ضعفنا وين؟ الشرج المعصر الشرجين ما بدنا يوصل؟ أنتو عم تشوفوا؟ ما عم تشوفوا؟ حمالة؟ طيب لو وعدين درجات طيب ما في مشكلة إذن هاي بالنسبة للعجان شحب بهدي الراس بروح أنا تقريبا هيك ماشي؟ ما بحاول أرب للشرج لأنه بس الأنسجي شبه متمددين بس اتقلصت بيقرب للشرج أكثر فأنا بروح أفقي أكثر حتى أحمي الشرج الشغلي ثاني كبسة 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 ما عم يطلع الراس حسيت أنه الراس في عصيان بلجأ لشي اسمه مناورة؟ رجل المعدل هلأ بدي سرع الولادة لأنه تأخر هذا ما عم يطلع يدخل أيدي من خلال العجاب أو المستقيب لأين؟ عزقن بمسك الزقن هيك لا نهزة بس هالنهزة الخفيفة هاي بس نهزته هالنهزة ما تشوفه بلاحظه هاي نهزته فممكن أنا ألجأ لهاي المناورة اللي اسمه مناورة رجل مناورة رجل المعدل بغض برجع فهاي حركاتي الأساسية ممكن يتمدد عندك ممكن إلجأ لها مناورة مناورة رجل هاي عم يطلع على الراس بها الشكل هاد لآخر لحظة أنا بظل حاطة إيدي هيك وعم حد من سرعة الانقذار وعم زين العطاف عم يطلع على الراس بكل هدوء تماما هيك هيك يعني ما بحاول أنا يرجع الانسجي هدوء ما بخلين يرجعوا خليه لحال ويطلس الراس من هاي من هاي الانسجي مضل هيك حتى يطلع يطلع على الراس شون الراس بيطلع؟ بهاي موضرية ماشي؟ عم يطلع على طيب هون أنا شو دوري أنا بدي يشوف إذا فيه سرور إذا في عروة سرور شو بعمل؟ بسحبة بزلقة إذا في عروة سرور بسحبة بحررة ماشي؟ هلأ رأس الجنين شو بدي يصير فيه؟ دوران خمسار بدرجة أول دوران إعاضة ثاني دوران هوي مع دوران ليه كل كتف؟ كأنه هاد جنين عم يقول لك تعم سكنة لحاله بيعطيك وجهه ماشي؟ أنا عندي إيدتين شلون بدي اختار الإيد من تحت شلون بدي اختار الإيد من فوق؟ حسب الحرة شو مبدأنا؟ الحرة باتجاه براهو عليك ليش؟ بوين ظهر الجنين؟ لهم معتا إيد الحرة هاي ليش؟ طيب لاحظوا شلون بحط إيدي أول شي بخليه الجنين ينام هيك ينام على أيدي هادول بيخوتوا برأي بدخلوا بدخل الرأبي هون ها والفوق نفس الشي ماشي هيك بمسوق الجنين هاي الطريقة السليمية لمسك الجنين أنا بشد شد خفيف للأسفل حتى يولد الكتف لا مالي بسحب للأعلى شو بيولد عنده؟ ولد الكتف الخلفي أنا برده في الكتف الخلفية ما كتير هو ضروري ولكن أنا بحب بردفها برده في الكتف الخلفية طلع الجنين ماشي؟ طلع الكتفين لاحظوا ما هو يحرق هاي الإيد ممنوع تتحرك حتى ما يوقع الجنين وين زلقت إيدي أنا؟ على الظهر وين وصلت؟ بين الفخزين مسكته بهالشكل هذا حطيته بمستوى أمه تمام؟ حطيت الجنين بمستوى أمه 30 إلى 60 ثاني حتى يرجع الدم بعدين هون بص الحبل السري طيب تخيلوا أنه أنا مسكت بالعكس حطيت إيدي اليمين من تحت وإيدي اليسار نزلت طالعت بدي إيجي يزليق كسو مدين يسك الولد وفيه أدامي حبل سري وفيه أدامي البطن طيب معاتها التزليق وين الأفضل؟ على الظهر الجز ماشي؟ أما هلأ الجنين اللي أيمن خلفه أيمن خلفه بيولد هاي فأي بقيت بختار فأي بقيت بختار خلي اليمين سابته واليسار من فوق هاي الحرة هاي مبسي بتتحرك بيئيدي اللي بتنحط من تحت ما بسي بتتحرك هاي بها الشكل هذا وبولد هاي طبع هيك أنا مولد يعني لا تفكتروا هاي مولد عدمي أنا ما بستعجل أبدا مقاعد على مية مهلة وشايف عم صير الدورانات حتى أنا بس يطلع على الراس ما بخلي الجن الأم تكبس بلا الأم ما با تكبسي لأني أنا بدي يوجه للولادة أنا بشوفه عم يدور الراس بساعده ممكن اسنده حتى يعطيني حاله الراس للأمام للأسفل للأعلى وبزلق بهذا الشكل وهيك بكون طبعاً بالنسبة لرشف المفرزات إذا الجنين فيه عقي ومعقي مباشر بأخذوا عليه بص الحبل السري وبيأخذوا على الناعاش أما إذا ما عند الأمور تمام والجنين صراخوا وما فيهم حتى لهيه مفرزات تشوفه ما في داع ترشفه تحوي لأنه بتكونوا انضغطت وطلعت بالأصل ما فيه شيء تمام؟ أنا هيك بسيّر الولاد أنا هيك بسيّر الولاد نعم ما من خافني الأزمة مع الأزمة مع الأزمة الشد ومطاياً إيه أنت فيه تشد خفيفة ما عندي شيء يشد عني أنت هذا شيء طبيعي إذا أنت ما شديت رح يطلع تمام؟ هلا بس طلع الراس عادة الكتفين لحال بيطلعوا لأنه الراس أصعب من الكتفين إلا بحال بتضعطوا الكتفين تمام؟ فبيطلع طالما شلت الكذب وصار الوضع الأمامي الخلفة صار بالولادة سهلة فأنا بشد شد خفيف للأسفل كله عندي شد خفيف ما بصير بحط أجري هيك ويلا أسحب هيك بصير أزيات نعم بصير أزيات مو بس هذه العمود الفقري تأذي ممكن تأذي كل شيء طبعا هاي المحكي عنا بأسر ولادة الكتفين ماشي؟ إذا هيك بتتم الولادة وما في أحلام الولادة اللي بتتم هيك يعني تمزقات قليلة ليش؟ لأنه أنا ما شديت شد عني وخليت الولادة تمشي هاي البنات أكيد حضروا ولادة شافوا القابلات أو الطبيبات حطوا إدايهم هون ويلا كبسي ويلا كبسي ما بيصير؟ ممنوع ماشي؟ شغل الثاني الممنوع وقت اللي بيحطوا إدايهم على بطن المريضة وبيكبسوا بيضغطوا بيكبسوا أكيد شايفين هاي المناظب أنا هاي بلجأ لواد بدي سرع الولادة إذا الجنين مضطرب أما أزا ما مضطرب أنا ما شفت مرجع طبيب ماسك هيك وعن يعمل هيك ما فيه شيء أما نحنا كل شيء هون كل شيء بسوريا بيولد هيك هاي الحركة ما في داع إليش لأنه هاي أول شيء أنا عم سرع الولادة ليه عم سرعها؟ خلي الراس ينزل عمية مهلو الشغل الثاني إداي هدول بيحفروا أنفاق هون بتنحفر أنفاق عنكم هون بتعمل تنزقهم تمام؟ إذن هاي بالنسبة للولادة عندي حركات بإيدي اليمين ردف حد من سرعة الانقذاف زيادة العطاف خلي الراس يطلع عمية مهلو تمام؟ لا تخافوا أنه يصي عنده ناس أكسجي لأنه سرحب السري شغال اللي يطلع عمية مهلو مو هيك؟ بيضل شفت شحب العجان الديت وهن قصيت طيب شفت تؤخرت ولادة الرأس شو بعمل؟ بفول فوت إيدي من هون بوصل للزقن هن نهزي صغيري طبعا بس هيك نهزي صغيري وبعدها ما بشوفه غير هو لحاله كمل ولاده بعد ما بيطلع الرأس بعد ما بيطلع الرأس بمسكه بيختار الإيد المناسبة بشد الأسفل بشد الأعلى وبزلق الإيد الحرة باتجاه ظهر الجنين وهيك الولادة تكون تعمل هذا دوري هلأ أنتم طلاب السنساسي المفروض طالب السنساسي يعرف يولد الولود اللي ما عنده مشاكل لأنه ممكن تتعرضوا ل في البيئات الخطرة تتعرضوا لكل شيء حتى الولادة الطبيعية الأجيال اللي قبلنا كانوا يولدوا طبيعي سألوا التكاثر الكبار اللي درسوا يقولوا كلنا ولدنا نحن طبيعي ليش؟ لأنه موهى الإجراء الصعب أنت بس حط في بالك أنه أنا ما بدي إزيل الأنسيجي بدي طالع الولد شوي شوي لحالة الولادة هي بتساعدك طبعا الحكي بيظل صعب لأنه ما في تطبيق أما إذا ولدتوا لكون عشر ولادات عشرين ولادي كل واحد خلاص يعني يعني ما بيظل في صعوبة أبدا الاستثناءات أكيد يعني هاي بلدها فترة طويلة لحتى لحتى تعرفوا ماشي؟ إذن ها هي الولادة وهذا هو دوركم بالمرحلة الثانية كمولدين أنا هاي الحركات اللي لازم أعملها بيذة لازم حافظ على الأنسيجي قدر الإمكان تمزقات لا يحمد عقباها تمزقات وين ما صار تمزق؟ تمزق هو سيء نحن بها الولادات هاي اللطيفة إن شاء الله ما منمزق حتى الخروس انتوا برأيكم هلا نحن نخزع كل الخروسات الله خلاء الخروس تمخزع؟ لا مين ستة انخزعت فيكم؟ هاتوا لأشو؟ مين عنده ست خزعوا؟ ما كان في هيك شيء؟ ليش؟ لأنه كان تمشي الأمور بسلاسة وهذا شيء فيزيولوجي يعني شيء طبيعي شيء من تكوينة الجسد أما هلا عن نفزع كل الخروسات طبعا صار في تغيير الطريقة للأجساء ما ضلت مثل أول مين؟ حفظ الولادة بشكل نظامي يجي يجرب الدام رفاة وضروري تكرار لأنه هاي منهم الأمور العملي كنا نحكي نظري هلا صارنا نحكي بالعملي موضوع الولادة لازم يتوالد مين بيع ومين تخرج يجي حمزي مولد انت قابل ألا؟ تعم تعم حمال اسندو ماليش هدولي الشباب تحضروا عندي أكثر من مرة فبيساعدوني أكثر ماشي؟ يجي دوركم انتوا بعدين يجي دورك تحضر الحمزين يل أنت عيسر إنك غير ردوك باليمين ردف لو أين بتروح من تحت هاك اللي أصابه من الفخز لو أين بدك تزيد الآن؟ هون عالعوي كشي ماشي خلي ايدك واسع خلي فتحتك واسع ماشي خلي فتحتك واسع ايدك التاني شو عم تعمل نزل مستوى ايدك هاي هاي خليه بالميد طيب روح كتير عم تعاد شو عم تعمل بيدك هاي عم تزيد العطف وتحد من سرعة من سرعة الانقذار يعطيني مجال هاي هاي ليكم عم يطلع خلي ايدك نظامية ويدك التحت شو عم تعمل عم تردف العجان طيب ايشو الاستثناءات اللي ممكن تصيل معك اهو هون كيزا صار في اه شحوب شو بتعمل شو بتعمل نرجع العجانين شوي نرجع الراس ما بترجعو بتمنعو انو بتجي عم اه طيب ازا شفت الراس اتاخر شو بتعمل اه بدخل الراس رجن بيدك له هايك بها الشكل بتروع الزخن وشو بتعملو نطلع طيب خليك عم تردف هلا رجع تمام طلع الراس بعد ما بيطلع الراس اول حالك بتعملها شو هي عايش بتدور دور على سرور مشان نقطعها بتخلصها هيك شو بدو يصيل براس الجنين بدو دير بعدين خمسة واربين تاني شو بدك تمسك رأس الجنين هلا شو بدك تختار ايدك يد الحراء على الزهر الجنين باتجاع الزهر الجنين معتا وين بتحطها هون من سبتها يا صاحبيرك والتاني على الزهر الجنين عملها هيك اول شي على الوجه هيك نزل لتحت طالع لفوق اصحاب هاي وزلق هاي روح 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 ايوان خلي على ضهر الجنين تمام تعال شروح محمد طيب شو بتعمل ردف ضاحظوا زمين ردف ايد اليمين عم يردف ايدك اليسار خلي هيك على الراس بزيد من العطاف بزيد من العطاف تمام هلا عم يطلع على الراس شوي شوي شو ممكن يصير هلا انت وين عينك وين عم تختلع على العيجان اذا تأخر برنا نعمل نور الجنين ندخل عند الزهر تمام شو بتعمله بسطة خفيفة تبسطه بشان تسريع الولادة تمام حاج حاج رجع ايدك رجع عردوف ورجع انت الرجن بس نحنا نهزه بسيطة ما نخليه يكمل تمام نرجع لنفس حد من سرعة الانفذار زيادة عطاق لا انت بس بتنهزه نهز انت بس بتوصله بتعمله هالبسطة الخفيفة حال وبعدين بكمل طيب طلع 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 هاي الراس طيب شو بتعمله هلا بعد ما تخلص الرأس بالكامل اذا كان ملتف براو اذا ملتف نحنا نحاول نخلصه اذا ما تخلص معنا نحط كوشرين ونقصبين هلا شو بديو يصير براس الجنين ندورها 5 صار وعين وين صار الكتف كتف صار بتحت العاني شوان ايديك بتحطه ايين بتخته براو عنين وين حاطت اصابعك جيد ياب هاي دقيقة هذول بصواتين هاي تعكس بعضهم شد لتحت لفوق مين السابت شد شد روح 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 تمام منخلي تقريبا ثلاثين لستين سنة ايه شايفك مهتمت تيب التوميذية الاخوك ايه شلون عم تعمل ايه من الوحشة لالانسي ايدك اليسار شو عم تعمل بس نديك ونما هيك معا مينة لازي كفوف طبعا نحنا نولد بكفوف اكيد شايف ايه شايف ايه كتتحكام اكتر هاي الام عم تكفز وفي تقلصات بسيطة ايه دائما ايدك هاي منتحت عم بتجمع عم بتجمع الانسي جي طيب شفت العجان شاحب شبت عمد قبل ما تعمل خزايا شو بتعمل من هذي الملادي بتقوله بطلي وقفكة بس هاتولي مقص شو بتقص المقص اقرب الافقين هاي اقرب الافقين هاي اقرب الافقين لانه بس رجعت الانسي جي لبعض الا حالة ممتشوفها غير هي رجعت خمسة واربين درجة تمام؟ هاي خمسة واربين درجة ماشي؟ طيب هاذا الفرق هاي انا ما بيجي هيك بيجي هيك اه تمام لانه هاي مو متمددة بس راح التمدد شو بصي فيها ترجع طيب ازا ازا تاخر ولادة الراس ازا تاخر ولادة الراس شو بتعمل؟ كيف ترجع؟ هاي مو هاي انت بتشغل فيها؟ بتروح؟ بتدخل؟ نهزة بسيطة نهزة خفيفة نهزة خفيفة نهزة حسيت فيها؟ حسيت بس سؤال هون هون لما بعد ايجي صار هادة تأخر نعم هلا انت عطي نهزة شوف اعطي نهزة بسيطة وشوف ازا ولي ترجع بس بلش يولاد ترجع بتحطي ديك هون نعم هي بس شغلي بسيطة انك تخليها هيك بس لا لا ما تخلي يطلع بالكامل لانه بس يطلع بالكامل ممكن انك تمزق فنحنا بس بنا نساعد ومساعدة بسيطة نهزة خفيفة ما ولد منرجع من هزو ما في مشكلة يعني الامور تقديرية طيب ايدك شو هنخططها هيخلي هاي لاخر لحظة بيضل هدول ايدتين هاي ماشي؟ عم يطلع عم يطلع الراس بكل هدوء تمام؟ نعم انت عم هاي هاي اللي لحالة بتحرر الراس بعد ما ولد الراس وين بيروح فكرك بقى؟ شو بدك تدور؟ حبل سري برابو اين؟ خلصة كيف بتخلص الحبل السري؟ ممكن بعد اذا هلا هو اذا شفنا حبل سري ملتف من خلصه شلون بتخلصه؟ هاته جديد لا لا مو هاي اللي هاي اللي بتمسكو هيك وبتسحبو سحب فقط همو دائرة هيك بتزلقو هيك على الراس اذا قصير اذا قصيرو متزلقو هان بتحط كوشارين وصوص بناتو تمام؟ طيب هلا هاي الولادة بعد ما ويقول شو بدي يصير بالرأس الفجانين؟ بدي نفتح ١٤٤ بعدين ٥٤ ولو ٩٩ مباشر وين بحطيتك اها؟ ايدي بتختار نعم براو عديك براو عديك للأسفل هاي الكتف الامامي طلعي هاي الكتف الخلفية ولديك شد بهاي زلق زلق امشي اصحاب 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 اشبار الولادة فيها طيب كيف السقل الرأس الفجانين؟ بتخليه بمستوى بمستوى الام شاد ٣٠٠٠ ثاني حتى يرجع الدم الموجود بالمشينة تمام؟ وبعدين اما بتحطوه على بطن المريضة هيك بيحبه يعني ما بعرف ليش؟ او ممكن تهتوه بقى على الانعاش واول شي من قسم احنا الحابل السريع مسافي طويلة بعدين من قسم متروك عشره ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٥ قريب على الارض دوري بيجي على الارض بصير كله هاي الحركات اللي عم تشوفها كلها بصير بشكل طبيعي بتصير وزا والداني الام على الارض ما بتشوفوا غير الجنين انه نزيل على الارض وما رح يصير له شي يعني تمام؟ يلا شباب يلا ترجوني حبابكم اذا ما ولدتوا هلأين قلتوا ولدوا برافو علي برافو البنات ممنوع يلابسوا ممنوع الضافير وممنوع الادوات المعدنية لابن كلونا بيجرحوا طيب عم تردف وهي اليد شو عم تعمل؟ ايه تخليها هي مثل السد عرفت عليها شنون؟ ايه شو عم تعمل بهاي اليد اليسار؟ ايه بس مو كلا الاد ايه هم تحضت مسرية لبقزاف وشو عم تعمل؟ ممنوع الضافير طيب وين عينك انت؟ عجال عجال اذا؟ شحب؟ انت شحب من المقص برافو عليك طيب اذا تاخر ولادة الراس؟ ايه تعمل بناورد رجين رجين شلون؟ ايه شوي 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 ايه بعد ما بتعمل نورد رجين بترجع للردف ماشي؟ ما بتنسى موضوع الردف والحد ما سرعت لانخزاف يعني هدفنا انه ما يطلع الولد بسرعة ماشي؟ طريع الراس بعد ما طريع بتخلصو خلونا هورا يوم الشرج اذا عندك مساحة عجال واسعة من العجال ايه معنك من عجال شهد ما في مش تلك هلا شلون تختار ايديك؟ حرمتكم ايه كيف؟ اين اسقرت متل الكلاب حول الرأبة كم وسمي الخاتتهم؟ ايه تمام اشتركوا في القناة